بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية أهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة بإذن الله بنتكلم عن النبات المحبب لقلبي أنا شخصيا وحتى في الأكل بتاعه وبغض النظر عن الفوائد بتاعته اللي لا تحصى ولا تعد فبنتكلم النهاردة عن مشاكل القرع العسلي للناس اللي حبه تزرع زرعة ببلاش فعلا والله زرعة ببلاش تعتبر تمام؟ ولو اخترت المعادة الصحة بتاعها بتلاقي ما شاء الله أمورك كويسة جدا وبتسوى تسويق كويس جدا وبأسعار يعني حلوة خالص بأمانة لما تقارنها بالتكلفة بتاعته لأن تقريبا التسميت بتاعه إن كان شوية يوريا أو شوية نطرات مع شوية حمض فوسفوريك أو عالي فوسفور وفي الآخر بتحط له مرة أو مرتين بوتاسيوم وخلصانة الليلة على كده وفي ستين لسبعين يوم بتقدر تجني القرع العسلي فزرعة بكل المقييس والله أنا بحبها وزرعة ممتازة جدا 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 تمام؟ المشاكل بتاعت القرع العسلي الحمد لله إحنا في الحقل ده هوت وصلنا لي يعني ممكن 15-20 يوم ونبدأ نجمع في القرع العسلي في مشكلة أول مشكلة من مشاكل القرع العسلي يا جماعة الكسافة النباتية ربما واحد يقول لي الكسافة النباتية دي مش مشكلة لا الكسافة النباتية إيه المشكلة بتاعتها جماعة الخير؟ كسافة النباتية وأنا بزور الحقل ده النهاردة كسافة النباتية لما بتكون مزبوطة بتاخد ثمار كويسة كما ونوعا يعني العدد بيبقى كويس والحجم نفسه أو منصفات التسويقية للثمرة بتكون كويسة تمام؟ طيب أحسن كسافة نباتية بتكون إيه في القرع العسلي والله عن تجارب شخصية القصة برضو ما تتحكمش شايف هنا بتلاقي الورق معفن شايف لما تفتح تحت هتلاقي الورق معفن طيب خلينا عشان هرجع تاني للنقطة دي يا جماعة خلينا أقول لك الكسافة النباتية إحنا بنزرع في أصناف اللي هي ممتدة أو مفترشة جامد يعني المددات بتاعتها بتبقى أكتر من البطيخ دي المفروض تكون بين النبات والنبات 50 سنتي أو لو ما فيش نقطات 50 على 40 يبقى 40 سنتي وبين الخط والخط مترين تمام؟ طيب لو أنا عندي الصنف ده هو السكاتة يعني الصنف السكاتة ده صنف محترم جدا وأنا عن نفسي بعتبره من الأصناف المحترمة جدا واللي مشاكله ما بتكونش كتيرة لأن المجموع الخضر بتاعه يعني مش كبير قوي وكمان يعني الثمار بتاعته بتبقى متوسطة الحجم لا هي كبيرة ولا هي برضو صغيرة والمواصفات التسوقية بتاعتها ممتازة جدا تمام؟ طيب الكسافة النباتية بالنسبة للسكاتة أنا بزرع عن متر ونص وبنزرع بين النبات والنبات 40 أو 50 سنتي سياني يعني تمام؟ طيب المشاكل بتاعت الكسافة النباتية بتتمثل في إيه؟ بتتمثل يا شباب في أن أنت لو لما الكاميرا بتبعد كده لما الكاميرا بتبعد وبتدي منظر للأرض كلها كده بنلاقي أن الأرض كلها عبارة عن يعني تراص الورق جنبه بعضه تقريبا عامل مظلة كاملة بالنسبة لتحت الأرض طبعا ارتفاع النبات ده لما بتدخل فيه بتلاقيه حوالي 50 أو 60 سنتي يعني لو إنسان نم فيه ما بيبنش خالص عشان كده ده اللي هو يزلل على سيدنا يونس واحدة أقول لي لا ده مش ده ده ليقطين يا عم أي أن كان هو نمات القرع يعني تمام؟ لأن دي بنسمها القرعيات في الآخر بس عشان إيه؟ إحنا كعرب أحسن حاجة فينا أن نحن عالم بنحب الجدال ونحب وجهة الدماج والصداع تمام؟ لازم فده لو نم واحد فيه فعلا مش هيبان منه حاجة يعني تمام؟ وده النبات اللي ظلل على سيدنا يونس يعني يونس ابن متة تمام؟ فلما بيظل للنبات ده هو بتزيد نسبة الرطوبة تحت تمام؟ نسبة الرطوبة لما بتزيد تحت بتعملي مشاكل بالنسبة للأمراض الفطرية وأول المشاكل هتعملها لي هتعمل لي أن العقد مش هيكون كويس تمام؟ العقد مش هيكون كويس وهتلاقي نسبة الرطوبة أثرت على عملية العقد تلاقي حبيت الغارع كده بتلاقي بتصفر وبتسقط تمام؟ دي أول مشكلة من المشاكل بتاعة الكسافة النباتية تمام لما بكون الكسافة النباتية عالية اللون نفسه ما بيبقاش كويس والحجم الثمار نفسه ما بيكونش كويس عملية التلقيح نفسه ما بتكونش كويسة نتيجة الظلام اللي عايش فيه الثمار اللي عايش فيه تحته وشايف الثمار تحته يعني الظلام تام والله مع أني مصور الساعة سبعة صباحا أو سبعة ونص ثمانية صباحا يعني الجو كان كويس جدا ومعدل ستعال الشمس عاشر على عاشر ولكن زي ما انت شايف كده هوا تمام؟ دي بتعتبر أول مشكلة بتقابلني الكسافة النباتية الرقم اثنين التسميب بتاع القرى أنا دايما بحط يوريا فيه الأول بس بحط بحظر برضو اليوريا ديت أنا حطها افترضنا أنك أنت زارع مكان نبات أساسا أنت كنت مغزيه كويس تمام؟ أنت كنت مغزيه كويس طيب النبات لو متغزي كويس بالقرى مش محتاج ألا حاجة بسيطة خالص من العناصر وممكن يعني تحط له جرعة نيتروجين بس جرعة نشطية مرة أو مرتين بس أو ثلاث مرات فيه ثلاث أسابيع الأولى بعد كده هيشتغل مع نفسه ترش شوية عالي فسفور ولا حاجة أو تحط له مرتين حمض فسفوريك وبعد كده بتحط له شوية سلفات بوتاسيوم ولا حاجة بتلاقي أمورك كويسة خالص وبدون تكلفة خالص تمام؟ عشان في التسويق بتاعه حتى لو الأسعار لا تلاقي نفسك ما خسرتش كتير زرعة قريبة جدا مش طويلة مثلا مش بتوع تسعين يوم ولا ميت يوم والكلام ده كلته لا ده هي كلها ستين سبعين يوم أو بتلاقي ما شاء الله بتجمع منها ما عندكش أي مشكل خالص تمام؟ طيب بعد كده قصة استسمدنا سنة أخطر حاجة في القرع يا جماعة السوسة القرعيات سوسة القرعيات دي من أكتر حاجة ممكن تبهدل المحصول اللي قدام حضرتك دي بحاله ممكن تبهدله بحاله ما تخليش فيه حاجة خالص طيب علشان أقضي عليها إن مفروض بترش لنبادة في البداية لاحظ شوف كلامي عشان محدد وصريح في البداية علشان الكولوروبيروفوس الكولوروبيروفوس يا جماعة بيقعد فترة كبيرة في الأرض تمام؟ وفي النبات فعلشان كده بترشوا من البدايات خالص عشان يعني الفترة ما قبل الحصاد ده ترش الكولوروبيروفوس تمام؟ مع شوية لمبادة تلاقي أمورك كويسة جدا ده في البداية خالص طب فين بعد كده في النهاية بقى؟ في النهاية ترش الديسيز مع الأفانت الاثنين الديسيز هيشتغل على الفراشة بتاعت دودة ثمار القرعيات والأفانت هيشتغل على اليرقة وانت كده عملت دودته ممتاز لو جي رشت رشتين او تلت رشت على بعض ورا بعض يعني هتلاقي أمورك كويسة خالص 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 ومش هتلاقي دودة ثمار القرعيات دي مش هتلاقيها موجودة خالص واللي هي هتعمل لك مشكلة لان هي بتدخل على السمرة بتدمرها احنا قلنا ان الفراشة بتيجي بتحط بقالة وضع البيض بتحط في لأي خدش ميكانيكي فيه الثمار بتاخدش وبتبدأ تحط البيض بتاعها والبيض بيبقى يرقات واليرقات بتتغز على لب الثمار وبعد كده الثمرة بتصبح غير متابقة للمواصفات التسوقية وبيعتبر القرع عندك عدم يعني تمام دي التالت حاجة تاخد بالك منها في الأرع العسل بعد كده عملية التلقيح وعملية التلقيح جماعة ياريت يكون فيه شوية نحل تمام ياريت يكون فيه خليتين نحل خليتين نحل النحل بيخدم نفسه والقرع كمان يعني انت بتخدم النحل اصلا بيعمل زيارات للازهار الشعاعية او الازهار المذكرة بين الحبوب اللي قاح للازهار المؤنسة بياخد رحيق بره هو بيخدم بنخدم النحل وبنخدم يعني هما الاثنين فيه تبادل منفعة ما بين النحل وبين النبات اللي هو مزروع عندك ده هو تمام بعد كده حاجة مهمة جدا اختار الصنف الصح اول القرع بتحمل الحرارة العالية بتحمل الحرارة العالية النبات ده هو بتحمل درجات الحرارة العالية فعشان كده اختار التوقيت الصح اختار التوقيت الصح بمعنى ان انا اختار ان القرع بتاعي يبقى داخل على بر يعني انا لو زراحته مثلا في شهر عشرة تمام يبقى عشرة وحداشر هنجمع على اول اتناشر تعرف ان القرع ده ممكن يتخزن شهرين كاملين في الشتاء بدون اي مبردات او اي حاجة خالص تمام لما بيستيبوا كويس وكل موصفات الصمر عندك كويسة والاشرة بتاعتها جمدة بيتخزن زي الرمان كده الرمان بيتخزن ممكن فرام لكده فترة كبيرة جدا يعني حتى من غير تلاجات وقبل التلاجات كان بيخزنه الرمان يخزنه في الرملة الرملة العادية بتاعتنا دية تمام في غرف يعني يريد يحطه الرملة ويحطه طبقة رملة وبعد كده يحطه الرمان وبعد كده يحطه طبقة رملة وهكذا يعني تمام الارع دهوت بيتخزن يا جماعة حتى بدون مبردات او لو تبريد بسيطة عن مكيف العادي ممكن تخزنه شهرين عادي مفيش اي مشكلة خلص لحد الاسعار بتاعتهم تبقى كويسة وتبدأ تشغله طيب لو زرعت انا في نهاية او بداية شهر اثنين بداية شهر اثنين اللي هو فبراير يعني تمام اثنين ميلادي اللي هو شهر فبراير هتلاقي داخل عليك شهر تلاقي اثنين وثلاثة واربعة هتجمع على بداية شهر خمسة هتجمع على بداية شهر خمسة تمام ليه هتقولي تمو خطرت شهور اوة مواصل انت زرع في البرد يعني هيقض فترة على ما ينبت وفترة على ما يبدأ يمدد يعني فالمحاصيل نفسها او مواسم النمو نفسها بتختلف من موسم للاخر يعني تمام فتاخد بالك من القصة دي كويس لو انت زرعت مثلا في شهر اثنين او نص اثنين هتلاقي نفسك على اول خمسة ابتدت تجمع او في نص خمسة ابتدت تجمع ممكن تخزينه عادي او في الوقت دوت هيبقى الاسعار بتاعتك كويسة جدا في الحرارة العالية تبقى اسعاره كويسة وفي البرودة العالية تبقى اسعاره كويسة بس في الخريف هتلاقي كل الناس بتزرعه وكله شغال فهتلاقي الاسعار بتاعته مش حلوة يبقى نختصر اللي احنا قلناه في ايه في انك تختار الموعد الصح انك تختار الكسافة النباتية الكويسة التسميد يكون كويس مكافحة دودة سمار القراءات بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر